بعثت لي واحد اليوم يقول لي كنت تقولوا بأن الجيش راح يرسل لخدمة الفرنسيين هنا الآن شوفوهما معاونه في الروس طبيعة الأشياء لأن الأشياء مهيش ثابتة يعني إلى غاية شهر جوان الماضي كان هذا هو القرار وهو الأدلة نعطيك أدلة بسيطة يعني ستراها وستسمع عنها باقتصار بسيط يعني كين أدلة كثيرة جدا هاي واحدة منهم مثلا هاي واحدة منهم بلك مش تبان مليح خاصة على الفيسبوك لكن دك نقرأ لكم وش موجود فيها هذه من ما يسمى بالبلاد موقع البلاد الجزائر تبدي استعدادها لمرافقة بوركينافاسو ومنطقة الساحل في مكافحة الإرهاب من يشرف على مكافحة الإرهاب في بوركينافاسو ومنطقة الساحل هي فرنسا والدول الغربية عموما وفرنسا بشكل خاص الجزائر بصرح العبارة هذه وقتها في 13-9-20 يومها خرج السفير البوركينابي وقال بصرح العبارة أن ما سماه هو بالرئيس تبون قد أكد له بأن الجزائر سترافق بلاده في محاربة الإرهاب سنتحدث هنا على 13 سبتمبر 2020 هذا واحد من الأدلة هناك عشرات الأدلة على كل حال وأنا كنت تكلمت عليها عدة مرات يعني خلينا نزيدون ربما نسمعوها مباشرة نسمعو هذا الكلام ربما حتى من القناة الرسمية أو نشوفوه موج فيديو خبر ها هنا القناة التلفزيون الجزائري الين تي في دوت دي زيت والجزائر تبدي استعدادها لمرافقة بوركينافاسو في مكافحة الإرهاب 13 سبتمبر 2020 يعني كشف سفير جمهورية بوركينافاسو السيد عمارو سادو اليوم الأحد بالجزائر العاصمة عن تلقيه تطمينات من رئيس الجمهورية السيد عبد مجيد تبون بخصوص تعداد الجزائر لمرافقة بلده في مكافحة الإرهاب وقال السيد إلى آخره هذا واحد من الأدلة خلينا نشوفوا أدلة أخرى وعي أدلة كثيرة لكن خلينا نسمعوا من تبون شخصيا واش يقول نساعدهم ونساعدهم في محاربة الإرهاب وينما كان لديك شغل الداخلي يتحم هنا يتكلم كي يقول الشغل الداخلي يتحم يتكلم على الفرنسيس إذن بصريح العبارة خلينا نسمعها منه الجزائر باش ملتزمة بصريح العبارة يعني من الرئيس إذا من القوة فلانية لا قوة فلانية قوة فلانية إذا نسحبوا ماء وربما يغيروا أنه ماء التاكتيك في المواجهة طيلا.. إنوانني تعلق الإرهاب بقشرة لهم وجانا باتتصار لليومي مع بعض فيما يخصوا حرب الإرهاب لأن الجزائر ملتزمة مع كل الدول الأوروبية والغربية والدول الشقيقية والصديقة نساعدهم ونساعدهم نساعدهم جزئياً لأننا متعاونين في الحرب على الإرهاب ولأن الجزيرة دورها الآن التي تتقدم به إلى العالم هو أنها تساعد العالم تساعد الغربيين والأوروبيين والروس والصين والعرب والمسلمين والهنودة وغير الهنودة في الحرب على الإرهاب وكانها امبراطورية عالمية وكاننا نتكلم عن الصين بكل إمكانياتها وبالولايات المتحدة بكل إمكانياتها وهي تقدم وساعدت لماذا الحرب على الإرهاب؟ طبعا يستهزوا بهم القوى الكبرى استهزى بهم هما قطعة صغيرة جعلوا من الجزائر قزموها إلى قطعة صغيرة دورها أنها تقتل جزائرين آخرين باسم الحرب على الإرهاب أو تبعث جنود ومخابرات إلى بلدان أخرى على أساس أنهم يحاربوا الإرهاب طبعا مخابرات أرسلوها يعني أرسلوها لسوريا أرسلوها قوات خاصة ومخابرات أو أرسلوهم إلى عدة دول حتى كانوا وهذا موجود للناس تقدر ترجع له كانوا الأمريكيين يتبعوا في فيلم الباطايدالجي وكانوا بعض الخبراء زعم خبراء يزعمون أنهم خبراء منتع الإرهاب يشرحوا للأمريكيين لما احتلوا العراق كيف قضية كيف تعاملت فرنسا مع الإرهابيين مجاهدين جزائريين يعني نتحولنا وفق النظام هذا القائم تحول إلى نظام حركي عالمي نظام تارتزاق عالمي باسم الحرب على الإرهاب لهو جزء كبير هذا اللي يسمى الحرب على الإرهاب هو حروب استعمارية على الشعوب من أجل الهيمنة العالمية على مصادر الطاقة على المصادر الاقتصادية على المصالح الاستراتيجية والسياسية إلى غيرها وأحيانا على استعمار بلدان وكثيرين اليوم تلقاهم في الغرب كتاب مفكرين استراتيجيين يقولوا من أن الحرب على الإرهاب اللي اخذاها جورج بوش بعد حداث 2001 الآن فيه كتابات كثيرة جدا في هذا المجال خاصة في الغرب يقولوا من أنها كانت حرب هيمنة استعمارية أمريكا أرادت فيها أن تهيمن على العالم لأنها عارفة أنها كونها قوة وحيدة في العالم في بداية القرن وما زالت إلى حد اليوم تبدو أنها القوة الوحيدة في العالم وإن كان الآن الصين راهي تقترب منها لكن في 2001 كانت بعيدة الولايات المتحدة على الصين بعيدة فرق كبير يعني وطبعا بعيدة على روسيا لبعض انهيار ارتحاد صوفياتي إلى آخره فالولايات المتحدة هذا ما نروحوش ليفسروا أصلا العملية لتعالي 2001 ربما إذا ما قامتش بها الولايات المتحدة سمحت بها مش رايح ندخل في هذه خلينا نقول بأنها تمت وقاموا بها بالفعل باللادن وجمعته إلى آخره خلينا نروحوا لهذه لكن الكل يتفق إذا كانوا يختلفوا على حقيقة 2011 في خلافات ما بين نظريات وما بين منظرين وكتابه إلى آخره إلى أن الاتفاق العام تقريبا هو أن الولايات المتحدة استخدمت هذه الفرصة من أجل الهيمنة العالمية وتثبيت نفسها إمبراطورية في القرن الـ 21 كإمبراطورية وحيدة فشلت هذه الاستراتيجية وآخر فشلها الصدمة المرعبة التي حدثت في أوت الماضي في أفغانستان بانسحاب الجيش الأمريكي والقوى اللي معاه وسيطرت طالبان اللي يظلوا يتحاربوا معهم 20 سنة وكل ما بنوه من أفغانستان جديدة ونظام جديد وأنهار كارتوني كان هناك أكثر من 300 ألف عسكري أفغاني نهاروا تماما ولم يدافعوا لأي مدينة ودخلت طالبان ولم تخسر ربما إلا بضعة مئات في سيطرتها في الأيام الأخيرة أما كابول فتقريبا دخلتها بدون حتى إطلاق رصاص النظرية هذه تعالغرب نهارت لقدرها الأمريكان نظرية الأمريكان أساسا وهذا كولون باول اللي يتذكروا تلك الفترة اللي مات قبل أربع يام ولا خمس أيام قالوا أنه مات بالكورونا بالرغم أنه كان دير الباكسا كولون باول هذا اللي هو من أصول إفريقية أنا لازلت أتذكر مثل اليوم في 13 سبتمبر 2001 واحد على القناة الثانية البريطانية الأولى والثانية قناة البي بي سي سمعت بأذن يقول بأننا سنقوم بتصفية حساباتنا مع الجميع مع الجميع فإما أن تكون معنا أو أنت مع الإرهاب طبعا هذه رح يكررها بوش جورج دابليو بوش مئات المرات والمسؤولين الأمريكيين في تلك المرة اللي يعرفوا بالنيو كونز المحافظين الجدد كرواها مئات المرات باش نرجع باش ما نروحش بعيد قضية إذن المحاربة الإرهاب هي قصة صغيرة أصبحت نفخة فيها من أجل هيمنة أمريكية على العالم ثم بعد الفشل الذريع في العراق والفشل المريع في أفغانستان قبل حتى الانهيار في أفغانستان كان جاء باراك أوباما بداية من 2008 وقال بدأ يتكلم ويتكلم على أن هذه الاستراتيجية لم تنجح ثم بدأوا يتكلموا أنها لم بدأ فشلت وبدأوا يتكلموا على ما عرف بالليدينغ فروم بيهايند نظرية ليدينغ فروم بيهايند أو نظرية القيادة من الخلف اللي انتشرت مع ماشي أوباما اللي كان خليفته أو النايب انتها ويومها بايدن اللي هو اليوم الرئيس الأمريكي باش نرجع إلى هذا تبون وجماعة شنغريحة وإحنا مدرسة في مكافحة الإرهاب أنتم مهزلة لستم مدرسة أنتم مسخرة عالمية لأن أنتم لستم إلا قطعة صغيرة استخدمتكم القوى الخارجية وما زالت من أجل أن تصفي حساباتها مع جهات أخرى وخاصة من أجل أن تكونوا بنادق مؤجرة من أجل أن تخدموهم وتساعدوهم في عدة بلدان وساعدتهم في عدة بلدان كثير ربما من خوتنا ما يعرفوش مما عرف رأي تفجرت واحدة الفضيحة كبرى في 2005-2006 إذا كان ذكرتي جيدة فيما عرف ببرنامج التعذيب التي كانت تقوم به الـ CIA بعد احتلالها لأفغانستان واحتلالها لعراق قامت المخابرات الأمريكية الـ CIA القانون الأمريكي يقول بأنه لا يجوز تعذيب على الأراضي الأمريكية ولا على القواعد الأمريكية اللي هي خاضعة للقوانين الأمريكية فوش كان يديروا استعانت المخابرات الأمريكية ببعض الأنظمة كثير من الأنظمة هذه تسمى الأنظمة العربية نظام الأردني نظام السوري نظام المصري نظام اليمني نظام جزائري وتفجرت الفضيحة قبل بعدها بسنتين أو ثلاثة وش كان يديروا يجيبوا ناس يلقون عليهم القبض في العراق في أفغانستان في باكستان في إلى آخر باعتبارهم إسلاميين بين قوسين ويجيبوهم يدوهم إلى هذه البلدان تقوم بتعذيبهم أي أن الجزائر في هذه تشترك فيها مع الأردن ومع سوريا ومع مصر واحدة سبعة أو ثمان دول من هذه الدول التي يقول دول عربية يقوم بتعذيب هؤلاء اللي لقت عليهم القبض السلطات الأمريكية وإن شاء الله كاشنهار إذا اسمح لي الوقت نرجع بالتفصيل إلى الدور العصابة نتاعنا في هذا البرنامج وفي برنامج التعذيب طبعا بعض الناس سنستغربوا إلى هذا الحد نعم إلى هذا الحد واللي تقول لي انجليزية لو كان يبحث عن الموضوع هذا رح يخرج له حتى بالفرنسية موجود حتى بالعربية موجود لكن طبعا الحال بالإنجليزية موجود بشكل أكبر إذن يا تبون ويا شنغريحة اللي راكم تخرجوا وتنفخوا وتنتفخوا مثل سرادك ومثل فرارج وإحنا مدرسة في مكافحة الإرهاب أنتم مسخرة في مكافحة الإرهاب أنتم حولتم كل الإمكانيات الجزائرية المادية والبشرية والمعنوية والديبلوماسية والإعلامية مثل الآن القصة الجديدة اللي جبتوها واللي العمامر اليوم دير تصريح إلى آخرين أن المغرب يعا يساعد في منظمات إرهابي يعني كذبتوا الكذبة كذبتوا الكذبة ومتاعنا الماك ورشاد إرهابيتين وأن المغرب يقدم لهم في مساعدات واللي تتنشر فيها على أساس أنها مسلمات حقائق لا يرقى إليها شك يا أخي أعطونا وجوهكم صراحة أعطونا وجوهكم مش عارف باش تقابلوا أنتم وجوه عندكم ولا بطل وجوه ولا بطل أو نفس الشي في النفخ بتاع الإرهاب بتاع 92 راه جزء كبير مما سمعتوه إرهاب وجمع جزء كبير أقول كان بروباقندا وكان كذب وكان ذبح لقورة كاملة وذبح لناس كاملين واحتقالات ورمي في الشباب في الشوارع وهذا لا يعني لم تكن هناك جماعات رفضة سلاح وواجهة هذه العصابة سواء كانت مضطرة أو كانت راغبة لكن الجزء الأكبر راه كان كذبة كبيرة فيما عرفها بالحرب على الإرهاب الحرب على الإرهاب وما زالوا مستمرين بها معلبل همش بأن العالم تغيرت الموطيات لمش فاهمينها ونرجع من بعد للموضوع التعلم المالي لم تعد أولويات القوى الغربية ظلت ظل موضوع الإرهاب تقريبا تقريبا لمدة 15 سنة وهو الموضوع الأول في السياسات الغربية لأنه عن طريقه تتم الهيمنة باسم الحرب على الإرهاب لكن اكتشفوا فيما بعد وهو جاء بايدن الآن يقولها صراحة واللي تابعوا زيارة بايدن لأوروبا هذ الأيام اسمحها واللي تابعوها أيضا لما جاء في جوان الماضي سمعوها أكثر أن الصين هي العدو الآن ثم روسيا ثم أشياء أخرى ثم يجي الإرهاب الإسلامي في نقطة خامسة أو سادسة بعض البعض استراتيجيات في نقطة ثالثة لكن الخطر الأول بالنسبة للغرب والأمريكيين أساسا وفي هذا في خلاف ما بين الغربيين لكن الأمريكيين والبريطانيين هذو اللي يسموهم الفايف آيز العيون الخمسة بالنسبة إليهم وهم أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا أي الدول الأنجلوسكسونية الخطر الأول هو الصين الخطر الثاني هو روسيا ما زال تبون وشنجري حماشين بالسوفتوير بداية القرن اللي هو الإرهاب الإرهاب ولذلك الآن مش فهمين مش فهمين وما يتلقوا في ضربات من عدة دول آخرها من قطر ومن السعودية يبدو أن حتى القطريين طاحوا عليهم في الموضوع الصحراء في لقاء وضطرت العصابة تنسحب من واحدة اللقاء كان دوري هكذا يتم حول قضية الصحراء لأن ما فهموش بأن الأولويات العالمية للقوى الغربية قد تغيرت وأن الخصومة الآن هي الصينية العدو الأول هو الصين وروسيا وشوفوا وش رواقع من جهة طايوان ومن جهة التهديدات المتبادلة ما بين الأمريكيين والصينيين حول طايوان على سبيل المثال وموضع أخر ربما في اللاييف القادم أو نعود نلق نظرة أو نافذة على الساحة العالمية وعلى السياسة الدولية ونربطها بأوضاعنا الداخلية